موسيقى قولها مين ايه انت اللي تشوفني قولها مين قلتها قول بعد آمين ايش فيك مستقرب قول آمين الله يسعدك الله يسعدك دنيا واخرى هذه الدعوة العجيبة وبمجرد ما احنا نسمعها تخلينا ندخل بسعادة جدا عجيبة وجميلة لان احنا كلنا كبشر نبحث على السعادة السعادة يا احباب قرار جملة نسمعها وايد وللأسف نجهل شونا نطبقها على أرض الواقع مشاعر الانسان من الأشياء المعقدة اللي لا يمكن السيطرة عليها بشكل كامل احيانا الواحد يقول خلاص انا قررت اني انا اكون سعيد لكن العوامل الخارجية تمنعها من تحقيق هذا الشيء واللي هو السعادة لكن منو منو فينا ما يواجه صعوبات وفقدان وضغوطات في هذه الحياة الكل يواجه هذه المشاكل هل راح تستسمي بسبب ضرف معين او مشكلة يتلك او ابتلاء الله سبحانه وتعالى اعطاك اياه وابتلاك فيك هل راح تستسم لاني كنت مريت بأزمة او مصيبة وتسلم سعادتك وترفع الرأيه البيضة طبعا لا دايما خل سعادتك جدام عيونك منو منو ما يبحث عن السعادة ومنو ما يسعو حق السعادة ومنو ما يتمنى يستظل بظلها من شقاء الدنيا وصعابها منو ما يتمنى ان يطيل وقوفه في محطاتها السعادة غاية غاية مشتركة عند الكل والجميع وحاجة اساسية لكل انسان عايش بهذه الدنيا السعادة يا احباب هدف وهو الهدف الأسمى لكل الخلق الناس يعملون ويتعبون ويعيشون في مشقة كل هذا من أجل السعادة خلونا نكون صريحين مع بعض لو ياك المال وانجالس ما راح تحس بلذته لكن لو ياك هذا المال وهذا النجاح بعد تعب كبير ويتلك هذه السعادة اني راح تحس بشعور عجيب ان انا فعلا سعيت واشتهدت وتعبت وكافحت وحفرت بالصخر واخر شي وصلت حق اللي أنا به اللي هو المغزة والهدف اللي هو السعادة السعادة يا احباب ابدا ما راح تيه من الاخ السعادة دايما تجينا من العطاء لفلاسفة والعظماء اختلفوا بكل شيء حتى بوجود الله عز وجل والعياذ بالله ولكن اتفقوا اتفاق واحد كلهم اتفقوا ان اعظم درجة من درجات السعادة تأتي من العطاء وليس من الاخ اعطي واشتهد وتعب عشان اعيش سعيد العطاء جدا صعب وفيه تعب ووقتي كله بيروح من اجل هذا العطاء ولكن كل هذا التعب تدلون متي يروح لما وصل حق المراد اللي انا به لما وصل حق الهدف اللي انا رسمته والحلم اللي انا حطيته وخارطة الطريج طويلة فلا بد ان انا اتعب واشقه عشان تهيني السعادة هذه المنتظرة على سبيل المثال كاتب ومؤلف يكتب ويألف الكتب تبارك الرحمن طبيعي راح يشتهد طبيعي راح يسعه طبيعي راح يتعب اقسم بالله العظيم عن تجربة ما راح ينام الليل بيكون دايما في قلق بيكون دايما في شو نكتب هذا الكتاب والفكرة شو نحطها والسطور هل ممتازة ولا لا وساعات يشيل صفحات ويرد يعيد سياقتها مرة ثانية وساعات خلاص يوصل للنهاية ويشطب كل شي ويرد من يدي ويديد كل هذا متعب كل هذا متعب كل هذا متعب طبعا لكن متى يحس باللذة لما فعلا يروح عند المطبع ويطبع هذا الكتاب ويستلم هذا الكتاب مطبوع ويشوف النسخة الأولى من كتابه مطبوع ويشوف ثمر التعبة اللي ممكن قعد فيها لأشهر بل أحيانا الموضوع يطول لسنوات حزتها راح تيه السعادة والراحة تعب واشتهد نعم تعب واشتهد نعم ولكن كان حصاد هذا التعب راحة وسعادة كلنا يا أحباب نحتاج إلى الراحة والراحة راح تيه بعد السعادة لكن الراحة المبالغ فيها لساعات طويلة راح تمللك حزتها راح تضيع من يدك السعادة سعادة الراحة مؤقتة ولكن سعادة الجهد والعمل والتعب طويلة الأمد ما تنتهي أبدا حياتي من صنع أفكاري وهي مجموعة قراراتي لما أفكر بهذا التفكير أن أنا لما أتعب راح أعيش تعيس وأنا مقتنع بهذا الشي فراح أكون فعلا تعيس وعايش تعيس وعايش بدوامة ماله أول ولا تالي لكن لما أنا أغير بس مجرد تفكيري وأقول أنا لما أتعب لشيء أنا أبي واشتهد لشيء أنا أبي طبيعي راح أنجح وإن نجحت بعد هذا التعب كله راح أكون سعيد حزتها فعلا راح أكون ناجح وأكون سعيد قرار قررته وزرعته وعلى أساس هذا القرار اللي أنا زرعته راح أحصد ثماره من فشل بالدراسة ترى هو اللي قرر أنه يفشل ما أحد يطق على إيده وقال يلا أبي بابك تدرس أبيك تفشل لا هو اللي قرر تدرون ليش؟ لأنه ما يريد يدرس وهو اللي قرر أنه ما يريد يدرس باتر اختباره وهو قاعد جدام التلفزيون يشوف المسلسلات والبرامج ويلعب بتليفونه عشان شديد يشوفه أنه فشل بدراسته فكر بأن الدراسة ما راح تنفعه فأكمل حياته فشل بسبب فكرة من نجحه بشيء هو اللي قرر أنه ينجح أبدا ما أحد راح يجيك ويأخذك من فراشك ويقول لك يلا تفضل تراك أنت ناجح لا 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 الموضوع موش دي أبدا أنا قرر أني أنا أعمل وأتعب وأفكر بالضبط شنو أبي عشان أنجح وأكون سعيد وبعد هذا كله بعد التعب أنا راح أنجح وأخذ اللي أبي بعد ما سعيت عشانه أنا بس أبيك تفكر أن النجاح دائما يأتي من العطاء والتعب ونجح بسبب فكرة هناك من يعتقد بأن السعادة بالمال وحده وأن كثرة المال تجلب السعادة في حين ناس يشوفون أن المال هو بحد ذات سعادة لكن الدراسة الحديثة تقول أن السعادة المقترنة بالمال لا تستمر طويلا أو أن المال وحده لا يمكن أن يوفر للشخص سعادة دائمة رغم أنه ممكن أن يحققها لفترة محدودة في حين أكد باحثون آخرون أن السعادة لا تشترى بالمال هل في محل أنت ممكن من ريت عليه في يوم من أيام مكتوب هنا تباع السعادة إذا أنتم شايفين في محل شديد دلونا عليه خلوحوا كلنا ونشتري السعادة وخلاص ونعيش سعيد لو مهما كان ثمن نحن منتعب عشان ناخذ الثمن بس شكتوا هذا الثمن عشان نشتري السعادة حتى هنا في تحب فعشان توصل حق السعادة أيضا في تحب توصلت دراسة حديثة أجريت في جامعة بريتش كولومبيا الكندية إلى أن الدخل المالي المرتفع لا يرتبط بازدياد مقدار السعادة التي يشعر بها الشخص ولكنه يرتبط بشعوره بالحزن بشكل أقل فعندما يكون شخص ميسور الحال بدخل مالي متوسط فهذا شيء ممكن أنه يغطي المصاريف الأساسية عشان يعيش حياة كريمة فلا أظن أن زيادة المال رح تجلب لك السعادة سعادة أكبر من اللي أنت تتصورها بل عليك أنك أن تتركز وتوجه طاقتك وجهدك ووقتك لأمور أخرى تحقق فيها التوازن وتجلب لك السعادة الحقيقية من اللي سبب لنا السعادة؟ من اللي خلينا نعيش سعداء؟ صجل نحن قلنا نتعب ونجتهد عشان نكون سعيدين وننجح نحن بدنا لنا الأسباب نحن علينا أن نبدل الأسباب نعم لكن فيه رب رب الأسباب وهو مسبب لهذه الأسباب الله سبحانه وتعالى سعادتنا بتكون من الله سبحانه وتعالى وحده وهو اللي يهدينا لطرق السعادة وهو اللي يزرع بقلوبنا السعادة أمر بن الخطاب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بنصب ماله فقال للرسول صلى الله عليه وسلم تركته لأهلي النصف أبو بكر الصديق لما جاء بكل ماله وتصدق بكل ما يملك وقال للرسول صلى الله عليه وسلم تركت لأهلي الله ورسوله هم على قناعة تامة بأن هذا العمل العطاء اللي هم سووا راح يقربهم من الله سبحانه وتعالى فكروا بأن السعادة ما جاءت بس من الأخ السعادة راح تين من العطاء لأنهم قالوا بنانا لما أعطي راح أشعد إنسانه هذا الإنسان لما يكون سعيد لما أسد كربة إنسان لما أفرج عن المهموم أنا راح أكون سعيد والقرب من الله سبحانه وتعالى هو سعادة تامة لهذا هم قاموا بهذا الأمر كثير مننا يتكاثل عن الصلاة ويتهونون بالصلاة ويقومون حق الصلاة كسالة يصلون وكانهم ما صلوا يعتقدون أن هذا الأمر متعب فيه ما شقة لكن لما يغيرون تفكيرهم يقولون بهذا التفكير أنا لما أقف أنا راح أقف بين يد الرحمن سبحانه أنا أصلي واختري بالله سبحانه وتعالى وكون أمام الله سبحانه وتعالى بكل جوارحي بكل جسدي بقلبي بعقلي بكل شيء مجرد إحنا غيرنا التفكير غيرنا الإيمان ظنينا بالله سبحانه وتعالى حسن بأن الله سبحانه وتعالى لما أنا أقف جدا ما راح يعطيني السعادة هنا راح أتلذث بالصلاة وراح تصير صلاة من سعادة وراحة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها عذث لبلال بالرباح لما قال أرحنا بها يا بلال النبي والصحابة إذا كانوا يبون يعيشون بسعادة على طول اتجهوا لله سبحانه وتعالى على طول استقبلوا قبلتهم لأن الله سبحانه وتعالى هو مسبب للسعادة ولله المثل الأعلى أنت حين لما تروح أقملك تقعد معاه بقصرة وتكلمه ويكلمك ويعطيك كل اللي تتمنى طبيعي تكون سعيد بس هذا الملك لا يمكن تروح له بأي وقت ممكن تقعد لك أيام طويلة عشان تاخذ موعد وتروح له مواعيد موافقات وواسطات لكن في ملك ما يحتاج تاخذ معاه موعد أو تشوف لك واسطات عشان تتخله هذا الملك هو ملك الملوك سبحانه اللي قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد هذا اللي داخل جسمك اللي هو أقرب لك من حتى إيدك من نفسك الله سبحانه وتعالى أقرب لك منه أقرب لك من نفسك على نفسك انته أنت تستطيع تكون أمام الله سبحانه وتعالى بدون أي موعد لا تكلمه ويسمعك ويلب ندائك أرجوك أبيك تشيل هذه الدنيا جرب مع أن الله سبحانه وتعالى لا يجرب معاه الله سبحانه وتعالى نؤمن فيه ونوقن فيه أنا بس أبيك تفكر بهذا شيء أنك إنت تفرس جاتك وتقول الله أكبر قلها بتمعن وإيمان إيمان كامل بأنه فعلا الله أكبر إحنا مشكلتنا تدون شنو نقول الله أكبر ونفكر بأحزاننا ونفكر بمشاكلنا ونفكر بعيالنا ونفكر بالمستقبل أنت شنو أنت خليت كل هذول الشيش يا خليت عيالك وخليت مستقبلك وخليت أحزانك وخليت همومك أكبر من الله أنت لما تقول الله أكبر الله أكبر من كل شيء من حزنك من ألمك من أهلك من كل الدنيا اللي حواليك جرب هذا الشعور وتيقم فيه أن الله فعلا أكبر من كل شيء راح تحس بهذا الشعور العجيب سعادة أول مرة ممكن تحس فيها لأنك وقفت أمام الله سبحانه وتعالى الله الأكبر من كل شيء رغم همومك ومشاكلك إلا أنك أنت راح تحس بسعادة ما بعدها سعادة تعرفون روبين ويليامز أظن أنك اللي يعرفه ليس مثل أمريكي عنده ثروة كبيرة جدا وعنده شهرة كبيرة كبيرة على العالم كله على مستوى العالم كله اشتهر بأعماله الكوميدية وبما أنه مشتهر بأعماله الكوميدية فمنه الطبيعي أنه نفهم أن هذا الرجل سعيد مستانس فرحان بحياته يعني ما يصير يضحك الناس وعنده ثروة كبيرة ومشهور والناس كلها تحبه وهو مسايد مستحيل ها؟ في يوم من الأيام هذا الإنسان اختفه ما حد يعرف وينه شفت فلان؟ ما نشفنا تعرفون وينه؟ ما ندري وينه؟ ماكوا إلا الشرطة بلقوا الشرطة وفعلا راحوا الشرطة واقتحموا بيت هذا الإنسان الممثل المشهور اللي عنده فلوس وائد اللي يضحك الناس اللي المفوضة أننا نظن أنه سعيد دشوا البيت فشافوا أنه شانق نفسه من تحر شون؟ بس هو يملك وائد أشياء عنده منصب اسمه وائد كبير يعني بين الناس شهرتها وائد واسعة بس أنا بيك التخيل رغم أنه ما يملك من منصب وشهرة ومن سمعة ومال إلا أنه كان يعيش وحيد كان يعيش بحالة من الاكتئاب أرجوك شنو فائدة المال والمنصب والسمعة اللي عندك إياها وأنت تعيش بتعاسة وكآبة شنو فائدة المال؟ ولا شيء هذا ملك عظيم يعيش في مدينته وقصره الكبير المزين بجميع أنواع الزينة وأفخمها وكان عنده من المال والذهب ما لا يعد ولا يحصى وكانوا كل الناس اللي حوله يحسدون على ثراعه وكانوا يتمنون أنهم يكونون بداله لأنه عنده موال كثيرة وكيده هو سعيدا لكن في الحقيقة أن هذا الملك بالرغم من ثروته وبرغم من أمواله وبرغم من القصور اللي هو عايش فيها وخدمه وحشمه أنه كان يحس بالتعاسى من الداخل أبدا ما حسب السعادة في يوم من الأيام نادى هذا الملك أحد الحكماء كان يبي يستشيره في بعض الأمور في الحكمة وملكه فبعد ما استشاره قال أنا عندي شغلة بس أعاني منها أنا تعيس أعيش بحزن حينها عم عندي قصر وعندي مال وأنا الملك وكل لي أبي يصير أمر هذا يبلي هذا كل ما أبي وأتخيله وأتمنى يصير جدامي لكن أنا تعيس أنا بس أبيك تقولي يا حكيم والدليلي على شغلة ما بيشهر بس يوم واحد أصير سعيد راد عليه الحكيم وقال له أنا عندي لك يا ملك حل حل واحد والحل هو أن كنت تنام ليلة واحدة بقميص رجل سعيد قالتهم أمر الملك حراسة ورجاله بينهم يبحثون عن أي شخص في المدينة سعيد ويأخذون قميصه ويبون حق الملك عشان الملك يلبس هذا القميص وممكن أنه يعيش سعيد انتشروا رجال الملك في جميع نحاء المدينة يبحثون عن هذا الرجل السعيد ولكن كل ما راحوا حق مكان شافوا هذا فقير وعادس وهذا كذلك سبحانه وتعالى ما رزق بالأولاد وما الظالمين وناس كثيرة كانت تعيش بتعاسه والتعاسه مسيطرة عليهم وعلى قلوبهم قبل لا يرجعون للقصر شافوا رجل على عتبة الطريق باين على هذا الرجل أنه هو فقير هدوه مشقق فقير فشافوه هنا هو يبتسم قالوا خلوه احنا نسأله شنو حالته فراحوا فعلا وسئلوه عن حالته فسئلوه عن سر السعادة والابتسامة اللي هو قاعد يبتسمها فقال لهم أنا رجل سعيد الحمد لله وفي تمام الرضا فقالوا له احنا نأخذ قميصك للملك ونعطيك بالمقابل فلوس تعيش وتعيش نفسك وهلك فقال لهم شون تأخذون قميصي وانتوا أصلا شايفين حالي ما عندي قميص شون تأخذون قميصي شون تابونه مني بالضبط فقالوا نأخذ قميص عشان الملك شوني قالوا ما عندي شيء أعطيكم ولا عندي شيء أعطيه للملك عشان يعيش سعيد مثل ما نتوا تابون تدرون شون نستخلص من هذه القصة؟ أن السعادة هنا بالأشياء التي نحن نملكها السعادة هنا بمقدار الرضا والسلام التي نحملها في قلوبنا السلام الذي من الله عز وجل السلام الذي لا يمكن أن يعطيك إياها أحد إلا الله سبحانه وتعالى دعوني أقول لكم على بعض الأسرار وهذه الأسرار هي مفاتيح السعادة وإذا أنت فعلا تبي السعادة التزم بهذه الأمور بإذن الرحمن وتسعد المفتاح الأول إيمانك والإيمان هو الحياة خليك على يقين أن إيمانك يولد استقرارك النفسي الذي يولد الراحة والراحة تولد السعادة وعلى قدر إيمانك تكون سعادتك في الدنيا والآخرة المفتاح الثاني الرفق واللين لأن الرفق ما كان بشيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه شوف حولك ودور على الناس لقلوبها رحيمة راح تشوف أنهم عايشين بسعادة لأنهم ما يشيرون على أحد عايشين تحت رحمة الله سبحانه وتعالى عايشين بسلام جدا جميل المفتاح الثالث وهو القناعة ارضه يا أخي خليك قنوع خليك قنوع بلي الله سبحانه وتعالى رزقك إياه اكتفي باللي عندك لا تطالع اللي حولك شنو عندهم وشنو ما عندهم لأنك انت هنا راح تزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليك وإذا هذا الشي حصل الله سبحانه وتعالى راح يسخط عليك وإذا الله سبحانه وتعالى سخط عليك انت راح تعيش بتعاسى موت بنت السعادة فلابد أنك انت تقنع باللي بين يدك وباللي عندك وراح تكون بإذن الرحمن سعيد وإحنا بقول لكم أهم مفتاح ليس بس السعادة بل لأي شيء في الحياة اللي هو الذكر على بذكر الله تطمئني القلوب وهذا الذكر هو سبب رئيسي للراحة النفسية والقلبية وسبب رئيسي للسعادة والأهم من هذا كله سبب رئيسي إلى دخولنا لنجنب إذن الرحمن جرب الحين معي مع أننا مع الله سبحانه وتعالى المفروض لا نجرب لأن الله سبحانه وتعالى لا يجرب المفروض أن نعمل الله سبحانه وتعالى باللقين خليكم دائماً على الأذكار اليومية ثلاث كلها على بعضها ما تأخذ منك حتى ساعة أذكار الصباح والمساء بدهم يقولوني ما عندي وقت أنك مالك عذر أبداً لأنك ممكن بالسيارة عندما توقف بالإشارة هذي خمس دقايق ثلاث دقايق أربع دقايق كلهم على بعضها يطلعون لك ممكن نص ساعة هذه النص ساعة لا تكذلك أذكار لا تكذلك أذكار الصباح لا تكذلك أذكار المساء ثلاث كل هذه هذه ممكن راح تكون لك بإذن الرحمن حصن من الله سبحانه وتعالى وهذا الحصن كأنه درع لأي شي يجلب لك السعادة وهذا الدرع وهو مقاوم ويطور لك السعادة الداخلية التي موجودة بقلبك نسأل الله سبحانه وتعالى أنه دائما يسعدنا نعم يسعدنا في الدنيا وبإذن الرحمن يسعدنا في الآخرى قلوا آمين قلوا آمين أسأل الله يسعدكم دنيا وآخرة إن شاء الله الإنسان دائما يسعى حق هذا الهدف السامي اللي هو السعادة فإذا أنت تبقى تكون سعيد وقلبك دائما ما ليه السعادة والراحة والطمانينة والسلام خليك دائما مع الله سبحانه وتعالى فمن كان مع الله كان الله معه يكفينا أن نحن بقربنا من الله سبحانه وتعالى راح نحس بسعادة عجيبة وأبدية فالله سبحانه وتعالى إذا علق قلبك فيه ارزقك هذه السعادة وإذا أنت للأسف قطعت حبلك من الله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه وتعالى راح تعيش بتعاسى أبدية فدائما علق قلبك بالله عشان تحوفك بالدنيا السعادة اشتركوا في القناة